في قرية صغيرة اشترى تاجر محلاً لبيع الأجهزة الكهربائية وكان يبيع بأسعار مخفضة وبربح قليل وبعد عام أتاه فقير من أهل القرية وقال له أنت تربح مالاً كثيراً من تجارتك لماذا لا تساعد الفقراء مثل جزار القرية الذي لا يملك مالاً كثيراً ومع ذلك يوزع منذ عام قطعاً من اللحم المجانية كل يوم على الفقراء لم يرد التاجر عليه واكتفى بابتسامة رقيقة له فخرج الفقير منزعجاً من عنده وأشاع في القرية بأن التاجر ثري ولكنه بخيل فنقم عليه أهل القرية وبعد مدة مرض التاجر فلم يهتم أحد من أبناء القرية به ولم يزره سوى الجزار وغادر التاجر القرية وذهب إلى العاصمة للعلاج بعد أن أغلق محله ومرت الأيام ولاحظ أهل القرية بأن الجزار لم يعد يرسل للفقراء لحماً مجانية وعندما سألوه عن السبب أخبرهم بأن التاجر الغريب هو الذي كان يعطيه كل شهر مبلغاً من المال كي يعطي لحماً للفقراء وبعد مرضه وسفره توقف ذلك وأنه كان دائماً يذكر له قول الله تعالى إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم حزن أهل القرية كثيراً بسبب سوء ظنهم بالتاجر وعدم اهتمامهم به في مرضه ودعوا الله أن يشفيه وعندما عاد التاجر إلى القرية معافى أحسن أهل القرية استقباله واعتذروا له عن سوء ظنهم به فقال لهم مبتسمة قد يسيء بعض الناس بك الظن وقد يظنك آخرون أنقى من ماء زمزم ولن ينفعك هؤلاء ولن يضرك أولئك المهم حقيقتك وما يعلمه الله عنك وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير وما أنصار يقضى يتوبت بإنسان ulated حاجت ث